اشتركوا في القناة اتعلموا في هذه الحلقة كيف نشتغل على الوضع المشكلة اولا سنبدأ بوضعية لمدخل الاستجابة لمستوى الاولى اعداد والوضعية تقول سعيد تلميد يدرس في المستوى السادس ابتدائه وذات يوم سأله ابوه محمد الذي يعمل نجارا فقال يا هني ما الغاية من فرض الله تعالى الصلاة والزكاة والصوم ومختلف العبادات على عباده وما الفائدة منها اذ لم تؤثر في سلوكاتهم واخلاقهم فاجابه سعيد بان تلك العبادات مجرد شعائر واعمال تكرارية يقوم بها المسلمون في حياتهم اليومية ولا غاية ترجى من ورائها فما موقفكم من جواب سعيد لابيه اذا هذه وضعية مشكلة بين سعيد وابوه اول شيء نقوم به بعد دراسة الوضعية او بعد قراءة الوضعية لابد ان نخرج الحدث الرئيسي في الوضعية والحدث الرئيسي هو ماذا؟ هو تساؤل ابو سعيد عن الغاية من مختلف العبادات هذا هو الحدث الرئيسي في الوضعية اذا اول شيء نقوم به تحديد الحدث الرئيسي في الوضعية ثاني شيء نقوم به نخرج المواقف المتضمنة في الوضعية اول موقف الاتقاد الاب ان العبادات لها غايات وتأثير على سلوك المسلمين ثاني موقف اعتقاد سعيد ان العبادات لا غاية بنا اذا هذه مواقف اثنين موقف ابو سعيد وموقف سعيد اذا بعد تحديد الحدث الرئيسي والمواقف المتضمنة للوضعية نقوم بعد ذلك بتحديد اشكالية الوضعية بل الوضعية تتضمن اشكالية لا بد ان نحددها اذا وتحديد الاشكال لا بد ان يكون على شكل سؤال اذا اشكالية الوضعية هي اعتقاد سعيد ان العبادات التي فرضها الله تعالى لا غاية منها هل هو اعتقاده صحيح ام خاطئ اعتقاد سعيد ان العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى لا غاية منها هي روتين يقوم به المسلمون فقط لا ترجع منهم غاية هل اعتقاد سعيد صحيح ام خطأ اذا بعد تحديد الاشكالية لا بد ان نعطي فرضيات ان نقترح فرضيات الفرض الاولى العبادات لها غايات ومقاصد جليلة طبعا الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانساء الا ليعبدون هذه العبادة لها غايات ومقاصد الفرضيات التانية العبادات شعائر واعمال روتينية فقط العبادات التي يقوم بها المسلمون كالصراء والصراء والزكريا غير ذلك هي شعائر واعمال روتينية فقط اذا هكذا ندرس الوضعية المشكلة اول شيء نحدد الحدث الرئيسي ثاني شيء نخرج المواقف المتضمنة في الوضعية ثم نحدد اشكالية الوضعية ثم بعد ذلك نعطي فرضيات مقترحة او مرتقبة للوضعية اذا هذه هي كيفية دراسة الوضعية المشكلة ونعطي وضعية لمستوى الاولى اعدادي للتدريب ليتدربوا عنها طبعا هذه الوضعية التي طلونا امامكم لا بد ان تحددوا الحدث الرئيسي فيها ثم المواقف ان تخرجوا من المواقف المتضمنة ثم تحدد اشكالية الوضعية ثم تعطونا فرضيات مرتقبة لهذه الوضعية الآن نرى وضعية اشكالية مقترحة في مدخل اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم يناجي ربه الطائف اسراء المعراج لمستوى الثانية اعدادي الوضعية تقول بقي يوم واحد على موعد الامتحان فتوقف احمد على المراجعة واجهد في دعاء الله تعالى بان يوفقه ويرزقه النجاح فتعجب اخوه كريم من فعله وقال له الدعاء ينفع صاحبه في الاخرة كأن تدعو الله ان يدخلك الجنة ويغفر ذنوبك اما في الدنيا فلينفعك في شيء ما سينفعك هو اجتهادك ما سينفعك هو اجتهادك وذكاؤك رد عليه احمد دعاء الله تعالى مهم وله تأثير كبير حتى في امور الدنيا اذا هذه وضعية اول شيء نقوم به هو تحديد الحدث الرئيسي في الوضعية والحدث الرئيسي هو ماذا؟ هو اقتراب موعد الامتحان وتوقف احمد عن المراجعة للدعاء عن المراجعة والتجأ الى الدعاء اذا حددنا الحدث الرئيسي الآن بقي لنا ان نخرج المواقف المتضمنة في الوضعية الموقف الاول وهو لأحمد وهو قوله الدعاء مهم وله تأثير في حياة الانسان الموقف الثاني هو لكريم وهو الذي قال فيه الدعاء ينفع صاحبه في الاخرى فقط ولا تأثير له في امور الدنيا اذا بعد تحديد الحدث الرئيسي وسخرج المواقف المتضمنة الآن بقي لنا ان نحدد اشكال الوضعية اذا بقي لنا ان نحدد اشكال الوضعية واشكال الوضعية كما قلنا يكون على شكل سؤال اشكال الوضعية يقول اشكال الوضعية وهو هل الدعاء له تأثير في حياة الانسان ويغير الواقع ام ان نفعه لا يظهر الا في الاخرى هل الدعاء واش الدعاء ينفع الانسان في الدنيا ويؤثر في حياته ويغير واقعه ام انه لا تأثير له الا في الاخرى الآن نعطي فرضيات مرتقبة الفرض الاولى الدعاء يغير الواقع وله تأثير كبير في حياة الانسان الفرض الثانية ان الدعاء لا يغير الواقع وتأثيره يكون في الاخرى فقط اذا حتى نتأكد ان اي فرضية صحيحة لا بد ان ندرس الدرس ولا شك ان الدعاء له تأثير في الدنيا وفي الاخرى ويغير واقع الانسان الانسان وهذا له شواهد من القرآن والسنة النبوية اذا هذه وضعية مشكلة للثانية اعدادي والآن سأعطيكم وضعية للتدريب عنها لتخرجوا منها الحدف الرئيسي والمواقف المتضمنة وتحددوا الاشكال وتعطون فرضيات مقترحة الآن نذهب الى وضعية اخرى للثالثة اعدادي والوضعية تقول بينما اكرم جالس في المسجد لفت انتباهه رجل يصرخ في وجه احد الاطفال ويطرده من المسجد فلما دعاه الى السماح له بالصلاة ليتعلم كيفية ادائها وبعد ان بين له ان للمسجد ادوار كثيرة غير الصلاة رد عليه قائلا ان المسجد للصلاة فقط ومن اراد التعلم فعليه بالمدارس اذا هذه وضعية مشكلة نحدد الحدث الرئيسي في الوضعية الحدث الرئيسي في الوضعية هو تعامل الرجل مع الطفل وطرده من المسجد وتدخل اكرم للتعبير عن موقفه نحو هذا التصرف هذا هو الحدث الرئيسي بقينا الان ان نخرج المواقف المتضمنة في الوضعية الموقف الاول وهو للرجل وهو انه قال للمسجد دور واحد وهو الصلاة فقط الموقف الثاني وهو لأكرم وهو انه قال للمسجد ادوار كثيرة غير الصلاة اذا الان نحدد اشكالية الوضعية الاشكالية الموجودة في الوضعية وهو هل للمسجد في الاسلام هل المسجد في الاسلام لصلاة فقط ام ان له ادوار كثيرة يقوم بها هذه اشكالية لا بد ان نجيب عنها الان لنجيب على هذه الاشكالية لا بد ان نعطي فرضيات مقترحة او ارتقبها الفرض الاولى المسجد في الاسلام للصلاة فقط الفرض الثانية ان المسجد في الاسلام له ادوار كثيرة ووظائف متنوعة وليس للصلاة فقط المعروف اذا اي الفرديات لا صح او ان الجواب على اشكالية الوضعية طبعا ان المسجد له ادوار كثيرة والشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجد اول مسجد في الاسلام وهو مسجد قباء طبعا كان المسجد استخراج المواقف المتضمنة في الوضعية ثالثا تحديد اشكالية الوضعية وقلنا ان اشكالية الوضعية تكون على شكل سؤال ثم رابعا ان نعطي فرضيات مرتقبة لحل هذا الاشكال اذا اتمنى ان تكونوا قد استفدتم وارجو الله سبحانه وتعالى ان نفقنا وإليكم السلام عليكم وعلا اشتركوا في القناة